بعدما عارض المغرب تعيين أكثر من مبعوث أمامي جديد إلى الصحراء الغربية وموفقة جبهة البوليزاريو عليه ها هو المغرب ينصع ويرضخ بضغط أمامي لقرار تعيين ستيفان ديمستورا مبعوثا أماميا للصحراء الغربية من أجل تفعيل عملية السلام في الصحراء الغربية ضوخ المغرب أخيرا لقبوله هذا المبعوث الذي سبق ورفضه خلال الأشهر الماضية ورفض قبله أكثر من 13 مبعوث المغرب لم يكن أبدا يشأ وجود مبعوث أمامي خاص يحرك القضية والعملية السياسية تعيين والممثل الأمامي يؤكد مجددا زيف قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي زعم سابقا سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة وخرقه الفاضح والمستمر لعملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة كل ذلك ذهب أدراج الرياح منذ قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة اعتقادا منه بأن مسألة فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية ممكنة ويتسويق الدعاية المغربية المتمسكة بتغريدة ترامب البائدة حول مغربية الصحراء المزعومة وبعد التصريحات التي يقوم بها المسؤولون المغاربة مثل عمر هلال في الأمم المتحدة والذي قال بأن الصحراء الغربية قد يتاقد حسيمة نهائيا لصالح المغرب تعيين والأمين العام للأمم المتحدة ممثلا شخصيا له في الصحراء الغربية ليس خطوة رمزية فحسب ولكن يعد انتصارا للشعب الصحراوي وإحباطا لأوهام الرباط